موسيقى حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم من يديد لفقرتنا الأخيرة لهذا المساء من برنامج ترتيب مشاهدينا تعبر الصورة عن ألف كلمة كما يقال فالأمر لا يقتصر على ضغطة زر بل يتعدى ذلك بكثير فقد تحمل الصورة رسالة أو فكرة معينة وهنا يبحر المتلقي في معانيها ليصل إلى فكرتها اليوم في ترتيب معنا مصور أبدع في هذا المجال نرحب بالمصور الفوتوغرافي خالد الأميري المسيق الله بالخير ويامر حبابك يا حيك الله خير خالد في البداية أنا أتطرق لموضوع جدا مهم ولاحظنا على أكثر المصورين بأنه في أداة جديدة انضمت لأدوات التصوير وهي أدوات التنظيف ما السعب بالنسبة للتنظيف هذا يعني على كل مهمة يقوم فيها المصور والتصوير ما بعد المهمة لازم يتأكد من سلامة أوشة العدسة والكاميرا وبعدها يقوم تنظيف العدسة من الخارج والكاميرا من الخارج لأنه في بعض الأوقات تتبدل بين الكاميرا والعدسة تستطيع تستخدم أكثر من عدسة جميل يعني مثلا تشل العدسة وتركب عدسة ثانية في احتمال كبير أن يكون المكان الموجود فيه المصور بعض الأكربة أو الأكبر طيب في بعض أيضا المصورين يحملون أدوات تنظيف للمكان الذي يصورون فيه يعني من ضمن الأدوات المخمة والأمور هذه كلها يشلونها معاهم عسبة ينظفون المكان الذي يصورونه هل فعلا الصورة تحتاج كل هذا المجهود كل هذا شيء يكيد إذا أنت تبدأ تطلع بصورة نظيفة لا يوجد أي عيوب لأن في بعض المرات أنت تصور بعد أن تصور تخيل التصوير طبعا هذا على طول اليوم يوم تشيك الصورة عن طريق الكمبيوتر والفوتوشوب تلاحظ فيه بعض البقع التي تشوش الصورة صحيح فعلى المصور تنظيف المكان أول عدسة وتتأكد من سلامة كل هذه الأشياء بعدين يباشر بالتصوير ممتاز طيب خالد أنا أتكلم قليلا عن بدايتك يعني الانطلاق الأولى الشرارة الأولى متى كانت وبأي كاميرا كانت في سنة 2008 أو 2009 بداياتي كان مع كاميراة الباورشوت الحق الذي هو كنت أستخدمها لتقادة صور الذكريات بعدين استخدمتها عن طريق العمل واتطور إلى شرائل العدة احترافية استخدمت أكثر أشياء كنت أستخدمها عن طريق أنا دام في هذه المارات الهوية كنت أقوم بتقطية بعض الاجتماعات والحمد لله طور من مصور عادي إلى مصور محترف جميل طيب يعني انتقلت خالد في الفترة الأخيرة إلى تصوير رياضي وهذا يعتبر يمكن من أصعب المجالات في التصوير الفوتوغرافي أن تصور لعبين الكرة بلقطات جدا سريعة و لازم تكون حريص بأنك أنت بالوقت المناسب تأخذ أيضا اللقطة المناسبة خبرنا عن هذا التصوير و مجاله بالنسبة للتصوير الرياضي يمكن أن أدخذ تصوير رياضي تقبل سنة اللي طافت أنا أنصح المصورين في بداياتهم بشراء عدة و بغالية أشياء رخيصة يعني مثلا كبداية لأن في بعض المصورين يبدأ بعدة احترافية يعني قدرة مالية تحتاج لقدرة مالية عالية ستشراء الكلمارات الاحترافية وبعد شهرين تلقى الريال ما يصور للأسف تتم العدة في الشنطة و لا يستخدمها معدات تصل أسعارها بمبالغ كبيرة جدا كبيرة نعم كيف تحصلون هذا المبالغ تشترون هذه الكاميرات و أيضا على ما أعتقد أكثر المصورين هم بمجهود شخصي إن كان بالمادة أو حتى بأخذ هذه الأعمال أنت بالنسبة لك خالد كيف قادر تحصل على هذا الدعم كيف قادر أن تتوفر كل هذه المصاريف لهذه المهنة بالنسبة للكاميرات و المعدات طبعا من المصروف الشخصي بس الحمد لله حصلت على كم و مكافأة وقتها حصلت عن طريق المصابقات يمكن فسد مصابقة وحدة خلال كل هذه المصابقات و المدير عام هيئة مارة الهوية أستاذ علي الخوري المدير طبعا القديم قد قيمناها قبل خمس سنوات الكلام جميل كرمني كمصور مبدع في هيئة مارة الهوية ممتاز فبالنسبة للتكاليف المعدات وهذا على حسب الأختصاص فيه اختصاصات مثلا ما تكلف الكثير من المال جميل بالنسبة للتصوير الرياضي يمكن هو أكثر مجال مكلف من ناحية الكاميرات و العدسات لأنك أنت محتاج عدسات غالية لأننا ستستخدم التليفوتو يعني تختلف العدسات خالد ما بين التصوير الرياضي تصوير البري تصوير المباني تختلف تختلف نعم بالنسبة للتصوير الرياضي تتكلم عنه تحتاج العدسات الزوم لأنك أنت تكون على كورنر يعني مكان بعيد عن اللاعب فأنت محتاج عدسة بعيد المدى تقريبا من 400 لفوق 400 متر هذا بالنسبة للزوم نعم ومحتاج أيضا كاميرا احترافية تأخذ تقريبا 10 صور في الثانية 10 صور في الثانية نعم لأن اللقطات تكون سريعة جميل فأنت من خلال 10 صور هذه تختلف لقطة واحدة يا سلام دائما يتم الاختيار ما بين مجموعة من الصور هذا أيضا اللي لاحظت على أغلب المصورين خالد أنه يعني إذا بيأخذ صورة لمبنى أو إلى شيء معين بيأخذ أكثر من 100 صورة لنفس المكاومة من نفس الزاوية ولكن بالنهاية تم اختيار صورة واحدة ما سبب أنكم تأخذون كل هذا العدد الكبير بالنسبة لتصوير المباني على حسب المصور يمكن أن يأخذ 10 صور لي 5 صورة لأنه أفضل أوقات تصوير المباني وقت الشروق وقت الغروب بالنسبة للتصوير الرياضي لا لقطة واحدة عندك فأنت مجبور تأخذ أكثر من 10 صور عسى تتأكد أنك تأخذ اللغطات الصحيحة ممتاز نعم في بعض اللغطات تكون فيها اهتزاز في بعض اللغطات تكون قريبة في بعض اللغطات تكون بعيدة فأنت هنا بعد المباراة تقيباً أنا أخذ 1500 صورة 1500 في المباراة الوحدة فأنت تكبير خالد كيف يتم تتعب حتى بالتصنيف في هذه الصور شغلة متعبة بس ممتعة طيب بعد التقاط الصور نأتي هنا للفوتوشوب الفوتوشوب صار جزء لا يتجزأ من تصوير الفوتوغرافي لا بد أن الصورة تمر على الفوتوشوب يتم تعديل بعض الأمور بعض التفاصيل وبعدها تظهر هذه الصورة للجمهور نعم ولكن نتكلم عن أهمية هذا البرنامج هل فعلاً أن كل صورة يجب أن يكون فيها تعديل الفوتوشوب أو عادي يمكن أن يستخدم صورة بدون أن نعدلها بعض المصورين المحترفين لا يستخدم الفوتوشوب بشكل كبير يستخدم مبالغ فيه يعني على حسب إعدادات الشخص أنت تقدر تطلع بصورة حتى لا تعدل عن طيق البرنامج للفوتوشوب ممتاز لكن أغلبي تقيمة 70% من المصورين يستخدمون الفوتوشوب في المعالجة جميل بما أنك تذكرت نسبة خالد بالنسبة للمصورين 70% يعني بالفترة الأخيرة رأينا انتشار كبير وأعداد كبيرة من المصورين كل واحد امتلك كاميرا قال أنا مصور محترف نعم و أخذ هذا المسمى و أضعه في الإنستغرام و أعرض له كم صورة نعم و قام يأخذ هذه المهنة بإحترافية مثل ما يدعي لكن هل فعلا كل واحد امتلك كاميرا حتى لو كانت على مستوى عالي هو ممكن أن يكون مصور محترف و مؤهل بأنه يطلق على نفسه بأنه مصور فوتوغرافي محترف بالنسبة للمصورين الاحترافيين أنا عضو في نادي السكول الإمارة التصوير و عندنا مجموعة من المصورين المحترفين و ما شاء الله عليهم أكثرية فاز بجوائز فردية على مستوى الدولة أو بالخارج بالنسبة للمصور المحترف هذا اللقب صار عند الكثير من الناس صار عند الكلة عند الكلة بس للأسف يوم تشوف أعماله تكون أعمال عادية جدا فعلا و في بعض المصورين يدعون أنهم مصورين محترفين و أصلاً لا يصور يأخذ صور من المواقع العالمية و يحطيها في أكاونتو و يقول لك أنهم مصورين محترفين يا سلام و يوم تطلبه في التصوير سلكت مجهود غير هذا شيء جديد يعمال علينا حين جميل خالد أيضاً أنت توجهت إلى تصوير الحياة البرية نعم يعني ممكن هنا بعد يكون عندك لحظات معينة لازم تلتقط فيها الصورة كيف شفت هذا الاختلاف ما بين الرياضة و ما بين الحياة البرية يوجه تشابه بين الحياة البرية و الرياضة يتشاركون كلهم بالأكشن جميل يعني بعض اللقطات أنت بالنسبة للحياة البرية تأخذها بوضعية مثلاً طيور يعتبر كأكشن محتاج سرعة عالية نفس الشيء و أنا أنصح المصورين بالنسبة للحياة البرية عندنا في البلاد ممكن قليل ما تشوفك المصورين صحيح فعلاً فأنا عندي فيديو صورته في محمية الأراضي الرطبة عندكم في الشرق الحمد للفيديو انتشار جميل و حصلت على دعم كبير من الجهة و شكرتني على الفيديو هذا ممتاز و هناك مسابقة إن شاء الله عن قريب يطلقونها مسابقة تصوير للبحمية جميل دعنا نتكلم أكثر عن التصوير و المصورين خالد نتكلم عن الجهات الدعمة لكم كيف تحصلون الدعم من هذه الجهات؟ استقبالكم و توجيهكم؟ مثل ما نعرف أيضاً عندنا جمعية مصورين الإمارات على ما أعتقد موجودة عندنا موجودة عندنا كيف تحصل الدعم من هذه الجهات المختصة بالتصوير؟ بالنسبة للدعم يوفرون لنا رسائل إلكترونية نقدر نقدمها للجهات المختصة عسل نحصل تصريح للمصور كمصور يعني مثلاً أنا استخدم نادي سقور الإمارة تصوير و ما مقصرين معاي أخذ رسالة من عندهم و طرشها للجنة الدولة المحترفين و يوفرون لي التذكرة الخاصة للمصور جميل يعني هذا شيء ممتاز بالنسبة للمصور لأن مشكلتنا هنا في البلاد الصعب تروح أماكن وتصور بدون ما يشوف حد يقول لك وين التصريح صح لازم يكون هناك وجود تصريح بأنك أنت تصور في هذا المكان الصعوبات أيضاً التي تواجهوها خالد غير أنكم لازم تمتلكون تصريح كمصورين أنتم وين تجدون الصعوبة بالتقاط الصورة؟ بالنسبة للتصوير الرياضي لدينا بس في النادي لأن في القوانين لدينا هناك عندك مكان معين فقط لا تستطيع تتحرك فيه ممتاز مصورين موزعين لا كلنا من نفس المكان كلكم من نفس المكان نعم مثلاً أنا أصور لنادي العين في اللوحات مكامعياً فقط لا أستطيع أن أذهب لليمين أو اليسار لس المصورين في أوروبا يمكن القوانين هنا غير لأنه تقريباً في كل مباراة هناك أكثر من مئة مصور لدينا هنا في البلاد تقريباً ثلاثة أو أربعة حز أقصى إلا في البطولات الكبيرة كأبطال آسيا ممتاز دعنا نتكلم عن المشاركات التي شاركت فيها خالد أنت شاركت أيضاً في مسابقة فضاءات وكانه لتصوير جامع الشيخ زايد رحمة الله عليك خبرنا عن هذه المشاركة مشاركتي كانت في فئة التايم لابس تقريباً محتاجين فيديو تقريباً أكثر من دقائق أو دقائق عن المسجد الشيخ زايد تقنية تايم لابس تقنية هي أن تأخذ أكثر من مئة صورة أو ثلاثمائة صورة ونسبة تقول توقيت أفاصل زمني للمكان نفسه طبعاً أحسن لو قاتي نسبة لك الغروب والشروق الغروب والشروق دائماً هو تايم لابس يكون في هذه الفترات بالذات لي أعزبت أن يبين عندكم نعم تفاصيل المكان وجمالية المكان ممتاز تقريباً كقصة أنا كنت أصور تقريباً بخمس كاميرات خمس كاميرات خمس كاميرات نعم خمس حامل تريبود خمسة عندي كنت رايح للحرب جاهل جميل كنتم وزعونهم بزوايا مختلفة كنت أكون موجود قبلها بساعة أو ساعتين كنت أوزعهم في الأماكن لأنهم محتاجت لنا صور وعين المكان ويكونوا معاً تايماً طبعاً طيب على طري الوقت خالد يعني تايم لابس معروف أنه يأخذ وقت طويل ويحتاج إلى صبر يعني أسبت تقدر تأخذ دقيقة فأنت محتاج لساعات طويلة أسبت تقدر تأخذ هذا الوقت المناسب وإضاً المقطع المناسب نعم خبرنا بهذه التفاصيل يعني كيف تنتظرون كيف تثبتون كاميراتكم بشو تنشغلون بهذه الفترة بالنسبة لهالصور لازم تكون موجود يعني أنت تشوف المكان نفسه وتشوف الجمالية يعني أنت تتوقع مثلاً أو أنك تكون موجود قبلها بأيام وتشوف الغروب والشروب كيف يفتر على المبنى نفسه وتشوف الظلال وتشوف حركة الناس أنت هنا تقدر تحدد مثلاً الزوايا الجميلة أو أنك داخل المسيد نفسك فيه زخارف جميلة على شكل زجاج فأنت هنا تشوف الضوء الشمس كيف تضربها مثلاً وتشوف الظل كيف يتحرك معها ممتاز فأنت تنسق يعني تخطط وتكتب شو الأشياء في الأماكن التي تكون موجودة فيها حتى تشوف تطلع بالجمالية نفسها طيب أنا أسألك عن صور أكثر مرة شفتها وكنت أسأل نفسي كيف يأخذونها الإنعكاس يعني مثلاً نصور لصورة مباني أو أبراج يكون هناك إنعكاس لهذه الصورة وحتى لو تقلب الصورة تشوفها كأنها هي حقيقية كيف تأخذون هذه الصورة؟ هذه تأخذها بعدادات معينة يسمونها سلو شتر يعني تخل الكاميرا تأخذ الصور أكثر من ثلاث ثواني أو عشر ثواني جميل فهنا يبين عندك الإنعكاس كامل مثلاً برج خليفة أو أي مكان إذا كان فيه سطح ماء مثلاً أو عن طريقة تقدر سواء عن طريقة الفوتوشوب الفوتوشوب تقدر تعكس هذه سهلة يسهل على طوب لا يحتاج إلى صبر ولكن إذا كان فيه مسطح مباني هذا بشرط أن يكون الماء ساكن لأنه مستحيل تأخذ المعكاس والماء يكون متحرك طيب سريعاً وأيضاً بشكل أخير نأخذ معك خالد كلمة أخيرة توجه للشباب الذين يريدون أن يتجهون لمجال التصوير الفوتوغرافي وكيف يمكن أن يتأسسون بشكل صحيح ويخذون هذه التجربة بنجاح معظم الناس تسأل هل لازم أخذ دورات تدريبية على التصوير الفوتوغرافي فنحن نقول لا لا يحتاج الإنترنت كل شيء موجود فيه ممتاز يمكن المواقع العربية قليل تحصل عن التصوير الفوتوغرافي بس المواقع الأجنبية ما شاء الله يعني ممكن يتعلم من محركات البحث يقدر يطلع هذه الدورات وهو موجود في البيت موجود في البيت نعم ويقدر عن طريق برنامج اليوتيوب يتعلم كل شيء من الصفر للاحتراف ما قصر بس محتاجة طبعا لغة انجليزية يا سلام هذا أهم شيء بس أهم شيء تجربة ما تقدر تشوف الدرس بدون ما تجرب طيب خالد الأمير أشكر كل شكرا على حضورك اليوم معنا أمانة أثريت فقرتنا في برنامج ترتيب وإن شاء الله نشوفك في إنجازات أخرى تحققها في حياتك بإذن الله واشكركم على استقبال الحافظ ما قصر يعطيكم الحافظ إذن مشاهدين كانت هذه حلقتنا من ترتيب لهذا المساء وكيد ترتيبنا مستمر في حلقاتنا القادمة وادمتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة